غالبا ما نلجأ إلى قراءة الصحف للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات ولكن ماذا لو كانت هذه الأخبار زائفة؟ صحفية أمريكية تخترع الأخبار وتنشرها بدل إجراء المقابلات وصيغتها تقرير يلقي الضوء صحيفة USA Today الأمريكية تعلن صحبها أكثر من 20 مقالا من صفحاتها الإلكترونية بعدما تبين أن كاتبتها جابريالا ميرندا كانت تخترع مصادر وتصريحات الصحيفة أبدت أسفها للواقعة التي أدت إلى استقالة الصحافية المعنية مشيرة إلى أنها أطلقت تحقيقا بشأن عمل المراسلة ميرندا بعد تلقيها طلبا لتصحيح مقال كانت قد أعدته الصحافية ونشرت وأظهر التحقيق الداخلي أن بعض الأفراد الوارد ذكرهم لم يكونوا مرتبطين بالمؤسسات المذكورة في المقالات ويبدو أن الصحفية فبركتهم كذلك تبين للصحيفة أنها غير قادرة على التحقيق من صحة تصريحات أشخاص آخرين وأن بعض المقالات يحوي تصريحات كان يجب نسبها إلى أشخاص آخرين وبنتيجة ذلك سحبت الصحيفة 23 مقالا من موقعها الإلكتروني ومنصات أخرى بسبب عدم توافقها مع معاييرها التحريرية مؤكدة أنها تبزل قصار جهدها لتقديم محتوى دقيق وحقيقي للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الصديف من أبو ضبي الصحافي والمدرب على التحقق من المعلومات محمود غزيل أهلا بك معنا في صباح جديد الصباح الخير أهلا بكم بداية هناك اعتقاد سائد بأن المعلومات الخاطئة والمزيفة والفيك نيوز تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخطير هنا في هذا الحال هو أن الأخبار المزيفة تأتينا عبر الصحف ومن قبل الصحفيين إلى أي مدى هذا الأمر خطير طبعا هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الصحيفة هي خطوة طبعا يعني يصفق لها ويتم تشجيعها بأكثر من مجالات الإعلام لأنه هذا بيدل بأنه على الرغم من انتشار المعلومات المغلوطة والمنضللة حول العالم ما زال هناك مؤسسات تعترف بالخطأ وتتراجع عنه وتعلن عن هذه القرارات العالمية طبعا هذا ما بيعني بأنه هذا بخفف من الثقة التي ممكن نعطيها لها الوسائل الأعلام ولكن بالتالي نحن نعطيها ثقة أكثر لأنه تتابع وتستمع إلى الجمهور وإذا في حال عنده أي سؤال عن المواد المطروحة أو التصريحات أو المقالات المنشورة يعني هذه حالة شاذة لا يمكن تعميمها لكن ما الذي يدفع برأيك صحفي إلى القيام بمثل هذا الموضوع معارضا أولا مصداقيته للخطر وثانيا مهنته ومصدر رزقه ومؤسسته أيضا للخطر طبعا المسؤولية تقع على الصحافة بالدرجة الأولى وعلى المؤسسة بالدرجة التالية نحن هذه الصحفية التي أقيلت وأزيل كل أعمالها أو أغلب أعمالها من موقع صحيفة USA Today ما بلا ننسى أنه هي متخرجة حديثة وبالتالي يعني نوعا ما جديد على هذا المجال المهني البروفيشنل يعني بالمهنية العالية وبالتالي هون لازم يكون فيما السؤولية عليها أنه تلتزم بالأخلاق الصحفي والإعلامية وطبعا من جهة تانية كان يفترض على USA Today تدقق بهذه التفاصيل وتدقق بهذه المعطيات التي يتم طرحها لأنه هذه من مسؤولية إدارة التحرير وإلا شو هدف إدارة التحرير إذا بس مجرد عن مطبع نحن إذن في كذا جهة مسؤولة عن الخطأ الذي حصلت بهذه الحال ما أراد على انتشار مثل هذه الأخبار الزائفة وهل هناك قانون للمحاسبة بهذا الإطار للأسف بمجال الإعلام والصحافة ما في قانون والله ممكن يجبر على الاعتذار أو التصحيح بالمواضيع الداخلية غير لهي القوانين الداخلية حسب كل البلد وكل طرح ولكن في محكمة الرأي العام يعني لما صحيفة USA Today تعتذر عن هذه الخطوة وعن هذه الخطأ والأخطاء هذا يعني أنه عم يكون متوجه للرأي العام نشوف وهذه الصحفية غالبطة وهذا التصحيح لأوله ونحن شفنا يعني هذه الأمور عم تتكرر بأكثر من بلد حول العالم أو وكالات أو منصات مختلفة فنحن دورنا كالصحفيين أو متلقي للرأي العام والإعلام بشكل عام بأننا نشجع المنصات بفتح أبواب التصحيح وفتح أبواب الاستماع للقراء في حال تلعندهم فعلا معلومات تضحب هذه المعلومات المنشورة من قبر وسائل الإعلام في ظل كل هذا التزهيف والتضليل وأثره أيضا السلبي على الشعب يعني الذي يستقصي المعلومة الخاطئة برأيك كيف علينا أن نستقصي الخبر الصحيح وهل من مصادر موثوقة للأخبار طبعا بالدرجة أولى نحن لما يكون عم ندرب مثلا أفراد على كيفية الثقة بالوسائل الإعلام نحن نطلب منهم بأن نشوفوا نفس الخبر بوسائل إعلامية مختلفة وكل وسيلة إعلامية كيف أخذت هذا الخبر وتناولته طبعا هذه الصحفية اللي أقيلت أغلب مقالتها كانت نوع من الصحافة التقارير الخاصة وبالتالي مش مثورة بأماكن تاني فنحن عمنا ثقة بهذه المؤسسة بأنه تكون عم تتابع هذه المعلومات واللي كان علينا نحن بكل شيء يظهر لأنه لافت للانتباه أو في معلومات فعلا تجزب بطريقة غير اعتيادية أنه نحن يكون عمنا نوع من الشيك بأنه والله ممكن يكون في شيء معلومات أو تفاصيل قد لا تكون صحيحة 100% لأنه ما في حدا لا يخطئ ولكن نحن التراجع عن الخطأ والاعتراف بالخطأ دائما يكون شيء إيجابي هون يعني لابد من الإشارة إلى بعض الوسائل الإعلامية التي أخذت على عطقها التحقق من صحة المعلومات وفي بعض حتى الويب سايت عملت مثل قصم مخصص لكشف الأخبار الزائفة أو الفيك نيوز ما هي أهمية هذه الخطوة خصوصا أن هذه الخطوة موجودة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتشر فيها الأخبار الزائفة بشكل كبير طبعا وسائل الإعلامة تنتبه لهذا الموضوع أكثر وأكثر وصنع منشوف بأنه بأغلب الصحف الكبيرة أو الدولية أو في إلها متابعة من حول العالم بيكون في قصم خاص بالتطقيق بالمعلومات وحدة التحقيقات المخصصة بالتطقيق بهذه المعلومات ونحن حتى عم نشوف بالمنطقة العربية عم تنتشر هذه السقافة أكثر وأكثر وصنع عم نشوف بمؤسسات إعلامية أجزاء أو مكاتب أو أقصى مخصصة للتطقيق بهذه المعلومات طبعا نحن من عالم الصحافي يفترض أنه الصحافي يضطط بكل هذه المعلومات ولكن ربما بسبب كثرة الأخبار أو بسبب عدم تخصص الصحافيين بكيفية التطقيق بالمعلومات يفترض يكون في هذه الأقسام موجودة داخل وسائل العالم كما ذكرت بالحديث عن الدول العربية هل في الدول العربية قوانين تحاسب الصحافيين الذين يعلنون الأخبار الزائفة؟ للأسف ما في قانون واضح ولكن في قوانين تعاقب على نشر التطليل الإعلامي أو المعلومات الكاذبة أو حتى يعني بيكون في نوع من شماع كبير ممكن يكون في تحتها العديد من الأمثال والعديد من القضايا وعن نشوف نحن من المشرف العربي إلى المغرب العربي كل هذه القوانين اللي هي بشكل أساسي ظهرت خلال الخمس سنوات أو العشفر سنوات الماضية كانت نوعا ما بشكل كبير بس تحكي على الأخبار المضلجة بشكل عام ومش بس الصحافي على اعتبار بأنه الصحافي في عندهم على سبيل المثال محكمة مضبوعات أو مجلس وطني للأعلام بهذه الدول ممكن يحاسب ولكن طبعا يجب هذه القوانين أن تكون أكثر متقرة وأكثر متابعة وطبعا على وسائل الإعلام يكون فيها كادرات تدرب الصحافيين أو تنورهم يعني حتى ما بدي أقول تدريب يعتبروها شوية إلي الكلمة ولكن على الأقل تنوير الصحافيين والنشرين بأنه هذا يسيء لكم لسمعتكم ولسمعة هذه المؤسسة التي تشتغل فيها السحفي والمدرب على التحقق من المعلومات محمود غزيل شكرا جزيلا لك موسيقى 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 موسيقى